اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طريقتين طريقة الحل الجبري يعني بالحساب وطريقة الحل بالتمثيل المبياني يعني الهندسة طريقة الحل الجبري فيها حالتين الحالة الاولى هي حالة التعويض والحالة التانية هي حالة التآلفية الخطية اما التمثيل المبياني فهو الرسم هنا غامشيه والسطح المكتب باش نتعرفه اكتر على هذا الدرس السلام عليكم مرحبا بكم الدرس اللي عدنا هو نظمة معادلتين من الضراجة الاولى بمجهولين عدنا اولا نظمة معادلتين من الضراجة الاولى بمجهولين كنتعرفه على التعريف الاول A و A' B' B' C' اعداد حقيقية غير منعدمة كل كتابة على الشكل AX زائد BY زائد C يساوي 0 و A' X زائد B' Y زائد C' يساوي 0 تسمى نظمة معادلتين من الضراجة الاولى بمجهولين هم العداد X و Y وهم عددا حقيقيا هنا كنت نقدم جموعة دي الامتيلة بحال مثال اول 3X ناقص 2Y زائد 5 يساوي 0 و X زائد 2Y ناقص 3 يساوي 0 هي على شكل نظمة لمعادلتين من الضراجة الاولى ما معنى الضراجة الاولى يعني X الواحد و Y الواحد بمجهولين مجهولين اما X و Y مفهوم هنا تانيا كنت نمرر الحل دي النظمة كما قلنا في السابق حال النظمة وتحديد ازواج X و Y هما المجهولين الحل نظمة كنقسم الى قسمين حل جبري هو نوعان طريقة تعويض وطريقة تآلف الخطية ثم الحل مبياني هنا نحن نمشي المثال رقم اثنان كنناخدو الطريقة لالحل جبري لنظمة معادلتين الطريقة اللي ادنى هي طريقة التعويض لنحل النظمة النظمة مكونة من معادلتين هي اثناني X زايد Y يساوي 11 و X زايد 3 Y يساوي 18 اول حالة نقوم بحسابة Y في المعادلة اللولة Y يساوي 11 ناقص 2 X في المعادلة اللولة ثم نعود Y في المعادلة الثانية بحيث يصبح X زايد 3 Y يساوي 18 تصبح X زايد 3 مضروف 11 ناقص 2 X يساوي 18 يعني أن X زايد 33 ناقص 6 X يساوي 18 يعني أن X ناقص 6 X يساوي 18 ناقص 33 هذه معادلة المجاهل على اليسار والعداد الحقيقي الصحيح على اليمين ثم يخرج عندنا X يساوي 3 بعد حساب X نعود X في المعادلة الأولى التي فيها 2X زايد Y يساوي 11 لدينا قيمة X يساوي 3 يعني أن Y يساوي 11 ناقص 2 في 3 يعني أن Y يساوي 11 ناقص 6 يساوي 5 وبالتالي Y يساوي 5 إذن وبالتالي الزوج 2 3 و 5 هو حل النظمة Y هذه الطريقة الأولى هنا نذهب إلى الطريقة الثانية وهي الطريقة التألف الخطية فنقوم بالضرب طرفين المعادلة الأولى في العدد 2 لماذا ضربنا في 2 لكي نتخلص من Y أي أن في الطريقة التألف الخطية نقوم بجمع المعادلتين إذا ضربنا 3 Y في المعادلة الأولى في 2 تصبح 6 وجمعنا المعادلتين فسوف نتخلص من أحد المجاهل والذي هو Y ونحسب X هذه هي الطريقة الأولى في الطريقة التألفية الخطية فيصبح عندنا X يساوي أربعة هذه معادلة نجمع المجاهل على اليسار والعداد الصحيح الطبيعي على اليمين ونقوم بالجمع يمكننا لما نجد X نعود في المعادلة الأولى ونحسب Y ولكن سوف نستخدم دائما الطريقة التألفية الخطية في الحالة الثانية نضرب طرفي المعادلة الأولى في 5 وطرفي المعادلة الثانية في ناقص 2 في ناقص 2 لكي نتخلص من X ونحسب Y ونجمع طرفي هاتين المعادلتين فيصبح عندنا Y يساوي ناقص 1 فتصبح عندنا الحلول وهي ناقص 1 و4 ليس كما هو مكتوب ناقص 4 وناقص 5 ناقص 1 و4 هناك ما الحلم بياني الحلم بياني هو الرسم المعادلتين تصبحان معادلتا مستقيمين D1 وD2 الأولى معادلة D1 والمعادلة الثانية معادلة D2 Y يساوي 4X ناقص 2 وY يساوي 2X زايد 2 نلاحظ أن المستقيمين D وD2 ليس لهم نفس الميل إذن هما مستقيمين متقاطعين يتقاطعان في النقطة M والزوج إحداثيات النقطة M XM وYM ومحل النظمة نذهب الآن للرسم نأخذ معلم متعامد ممنظم OEG ونذهب لإيجاد إحداثيات هذه النقطة نعود في المعادلة الأولى نأخذ دائم X يساوي 0 ونعود في المعادلة الأولى فيخرج Y يساوي 2 ونأخذ X يساوي 1 ونعود في المعادلة الأولى فيخرج Y يساوي 2 وبالمثال في المعادلة الثانية نأخذ X يساوي 0 إذن ويخرج Y يساوي 2 نأخذ X يساوي 1 ونعود في المعادلة الثانية فيخرج Y يساوي 4 منسبة الاختيار X يكون من عندنا دائما نختار 0 1 2 هكذا ونحسب في المبيان وجدنا أفاصيل وآتيب نقطتين لكل المستقيم D1 وD2 لرسمهما ثم نقطة تقاطعهما هي حل للنظمة وهي التي M زوجها هما 2 و6 إذن الزوج 2 و6 وحل للنظمة للنظمة S هذه ملاحدة ما يجب الانتباه إليها في حالة التوازي وفي حالة لهم نفس الميل ونفس الأرتوب بالنسبة المسألة التي تأول في حلها إلى نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين كما معروف دائما في المسألة نختار المجهول وصياغة النظمة وحل النظمة والتحقق من الحل والرجوع للمسألة عند المثال ساهمت مجموعة تتكون من 20 فرد أساتد وثلاميل في شراء مجموعة من الكتب بـ 320 درهم إذا علمت أن كل أستاذ ساهمة بـ 30 درهم وأن كل تلميذ ساهمة بـ 10 درهم فما هو إذن عدد الأساتد وما هو عدد التلاميذ نحن سوف نأخذ أو نقوم بصياغة المجهول ليكون X هو عدد التلاميذ و Y هو عدد الأساتد هنا صياغة النظمة عدد الأفراد الذين ساهموا 20 إذن X زايد Y وساوي 20 نذهب إلى الثمن ساهم الأساتد بـ 30 درهم والتلاميذ بـ 10 درهم إذن 10 في X زايد 30 في Y وساوي 320 هنا أصبح لدينا معادلتين نضعهمها في نظمة الآن نحل النظمة باتباع إحدى الطريقتين المذكورة أعلى التي قمنا باستخدامها طريقة التعويض نستخدم طريقة التعويض نحسب أولا نحسب Y بدلالة X ونعود في معادلة الثانية ونرجع نعود في معادلة الأولى ونحسب X فيصبح لدينا X وساوي 14 وإيقري وساوي 6 إذن الزوج 14 و6 هو حل النظمة أعلى الرجوع إلى المسألة عدد التلاميذ هو 14 وعدد الأساتد هو 6 السلام عليكم وحمة الله و تعالى وكاته